بسم الله الرحمن الرحيم الافرازات السدي الافرازات اللي تكون من الحلمة بتيجي الست طبعا تقول انا عندي مشكلة ان فيه افرازات من الحلمة طبعا مهم جدا ان احنا نشوف هل الافرازات دي بتكون في ناحية ولا في ناحيتين وهل هي بتطلع من كذا يعني قناة او ثقب في الحلمة ولا من مكان واحد وهل الافرازات دي بتكون معاها ألم او لا هل الافرازات بيكون مصحوب معاها كتلة في السادي او لا طيب هل كمان الافرازات اللي من الحلمة دي بتنزل من نفسها ولا بتحتاج ان لازم السيدة تضغط على الحلمة وصدرها علشان الافرازات دي يعني تطلع منها النوتا الاهم لون الافرازات احنا بنقلق من افرازات الحلمة في حالتين من ناحية اللون لو كان اللون دموي يعني بلادي ديستشارج او كانت زي المية وطري دول اكتر حاجتين احنا بنقلق منهم ودول اللي بناخد الموضوع باهتمام لانه ممكن يعني غالبا السرطان السادي اللي احنا تكلمنا وقلنا انه هو من اكثر انواع السرطان انتشارا وقلنا ان سيدة من كل 8 سيدات عرضة للاصابة لما بييجي بي افرازات من الحلمة غالبا الافرازات بيكون لونها احمر لون دم او ملهاش لون خالص بنفس لون المية لكن الاكثر سبب واللي بنشوفه كتير في افرازات الحلمة اللي هو التهابات الغدد اللبنية ايه الغدد اللبنية ان احنا اتكلمنا عن السادي الوظيفة بتاعته الرئيسية عملية الرضاعة فهو عبارة عن غدد بتفرز اللبن اثناء الرضاعة اللبن ده بيمر من الغدد في قنوات لحد ما يوصل للحلمة القنوات دي اسمها القنوات اللبنية وارد القنوات اللبنية دي يحدث فيها التهاب اللي احنا بنسميه داكتكتيزيا او بنسميه بلازما سيلما ستايتس طبعا يعني بننصح دايما لتفادي هذه التهابات الاهتمام بالصحة العامة التغذية يعني مهمة جدا ودايما لما اقصد التغذية اقصد بيها ان احنا نكسر من شرب المياه نكسر من الفاكهة والخضروات والسلطات البروتينات لحمة فراغ سماء كبدة بيكون لها دور مهم جدا في تقوية الجسم وبناء وتقوية المناعة ودايما بنصح السادة المشاهدين انهم يقللوا شوية من الملح في الاكل ويقللوا من الدهون الحاجات السبايسي والحاجات اللي هي الوجبات الفاست فود بنصح دايما ان احنا نقلل منها الاهتمام بالصحة العامة والنظافة الشخصية دا دا بيكون شيء مهم جدا جدا لما بييجي التهاب احنا بنشخصه زي ما قلنا الان في السادي ولما بنضغط على الحالمة بيكون فيه افرازات الافرازات دي بيكون لونها كريمي اغدر بني زي الصديد دا كل الافرازات اللي بتكون موجودة بنطلب لي المريضة اشعة المامو جرام المامو جرام بتقول لنا هل فيه تمدد في القنوات اللابنية ولا ما فيه تمدد وده في ناحية ولا ناحيتين ومعاه كتلة ولا لا ولو اتساب الالتهاب بتاع الغدد اللابنية فترة طويلة ممكن يعمل خراج في السادي العلاج بتاع الالتهاب الغدد اللابنية او الداكتكتيزي او البلازمس الماستيتس اللي انا زي ما قلت ان هي مشكلة كتيرة جدا بنشوفها ويعني تقريبا يعني انا بشوفها يعني اكثر من خمس ست مرضى اسبوعيا فمعنى كده ان دي مشكلة غالبا معظم السيدات بتعاني منها لو كانت الموضوع في البداية ومجرد افرازات بسيطة او اوقات لسه موصلناش لمرحلة الافرازات بس ظهر فيه اشعة المامجرام مع السنار ان فيه تمدد والتهاب في الغدد اللابنية ممكن ان احنا ناخد ادوية كرسى ادوية لمدة اسبوع او اسبوعين والحالات بتتحسن لو كانت متوسطة يعني جزء كبير جدا من الحالات اللي بتكون متوسطة ايضا بتتحسن بيه الادوية لو تسابت الغدد اللابنية لمرحلة ان بقى فيه افرازات هنا بننصح بيه الجراحة والجراحة زي ما قلت على حسب هل بتكون التهاب الغدد اللابنية في ناحية ولا ناحيتين وهي بتكون جراحة بسيطة تحت المخدر الكل المريضة ما بتشعرش باي قلم بنفتح فتحة بتكون حوالين المنطقة الوردية وبنستقصل الغدد اللابنية وبنقفل الجرح بنراعي طبعا اهمية السادي بنراعي ان احنا نحافظ على حجم وشكل واحساس السادي علشان يفضل زي ما هو بنراعي طبعا ان احنا نحافظ على بروز الحلمة والشكل الجمالي للسادي وبنقفل الجرح بطريقة تجميلية وزي ما قلت لما تبقى الفتحة حوالين المنطقة الوردية تقريبا ما بيبقاش في المدى البعيد لها اي اثر والمريضة بتخلق في نفس اليوم اوقات بنحط زي درنقة بنشيلها بعد يومين ثلاثة واوقات ما بنحتاجش درنقة ومهم جدا طبعا ان اي جزء يستقصل من الجسم وخصوصا لو كان من غدة مهمة زي غدة السادي ان احنا نبعث نحلله وغالبا التحليل بتاع الباسولوجي بيجي بأمان وطبعا عايزة طمن الاستاذة المشاهدين ان التهاب الغدد اللابنية لا يتحول الى السرطان ولا من الحاجات اللي بتكون مقدمة للسرطان لكن زي ما قلت لو تساب بيسبب قلم شديد وحمرار وارتفاع في درجة الحرارة كمان لو الساب اكتر ممكن يعمل خراج وده بنشوفه للامانة ونتمنى ان احنا ما نصلش لي المرحلة دي طبعا اوقات كمان بيبقى معاه تدخم في الغدد اللينفوية اللي بتبقى موجودة تحت الابط الموضوع التاني اللي هتكلم عنه اللي هو الام السادي الام السادي زي ما قلت برضو مهم جدا ان احنا بنقول هل هي الالام دي مصاحبة للدورة الشهرية ولا غير مرتبطة بالدورة الشهرية الام السادي بنسميها مستالجيا هل هي سايكلك يعني مع الدورة الشهرية او في اوقات غير الدورة الشهرية هل بتيجي معظم طبعا الانسات من سن البلوغ والمدامات بيجي لها الام في السادي قبل معاد الدورة الشهرية بيومين ثلاثة والالام دي في معظم الاحوال بتختفي من نفسها قبل نهاية الدورة لكن في نوع تاني من الالام بيكون غير مرتبط بالدورة الشهرية وطبعا التلايفات والفايبروسيستيك ديزيز والاضطراب او الفلكتويسن في مستوى الهرمونات هو اكثر سبب اللي عم يسبب الام السادي وطبعا الام السادي بتكون في ناحية او بتكون في ناحيتين وبتكون درجات وزي ما قلت ان دايما الالم له سريشلد يعني ممكن يختلف من سيدة لسيدة فيه سيدة بيبقى معدل تحملها ليه الالم اكثر من السيدة الاخرى النقطة التانية كمان ان العلاج بتاع الام السادي احنا زي ما بنقول كده بنسميه ما يسمى زي درجات السلم بنبدأ الاول ان احنا ندي طمقنة للمريضة بعد طبعا مهم جدا ان احنا نعمل اشعة المام جرام والسنار عشان نتأكد ان ما فيش اورام او ما فيش سبب عدوي للالام بتاعة السادي وبعد كده بندي رسالة طمقنة للمريضة ان دي حاجة يعني ان شاء الله انت ما عندكيش سرطان والامور هتبقى كويسة بننصح برضو انها يعني تبعد عن الالة والارق قدر الامكان النقطة التانية الاكسار من الشرب المياه والاقلال من الملح تلبس الحمالة او البراء اكبر فترة ممكنة كمان الحاجة المهمة ان احنا بنبدأ نديها بعض الادوية يعني لو ما استجابتش بنعلى شوية في الادوية لو ما استجابتش اوقات بنحتاج ان احنا نعمل حقن موضعي للجزء لان اوقات الام السادي تيجي من جزء معين في السادي والست تشاور عليه بزبط وتقول لك الحتة دي هي اللي بتقلمني واوقات الالم ياخد كل السادي يعني زي ما قلت قبل كده في المراجع العلمية بتقول ان في سيدات بتطلب ان احنا نشلاس لها بالكامل من شدة الالم بتاعت السادي فعايز اقول ان احنا ما ناخدش الام السادي باستهتار لازم ناخدها باهمية لازم اي شكوى للمريد درسالة لكل تلاميذي شباب الاطباء اي شكوى للمريد لازم تاخدها باهتمام ولازم تحللها كويس قوي ولازم يعني تعمل الفحوصات المطلوبة علشان اوقات امور كبيرة بتيجي بحاجة صغيرة طبعا برضو مهم جدا ان انا فرق الالم بتاعت السادي دي هل هي يعني من السادي نفسه ولا من الجلد والدهون ويعني عدلات القفص الصدري والعظم والرئة لان طبعا احنا عارفين السادي جايب في منطقة فيها حاجات تانية فمهم جدا برضو جايز يكون الالم ده مش من طبعا ده بنقدر كله من خلال الفحص المريضة واشعت المامجرام مع السونار نقدر ان احنا نوصل للقصة دي الموضوع التالت يعني اللي انا هتكلم عنه بعد التهاب الغداد الليبانية والام السادي يعني في نوع من الاورام اسمه باجي الدزيز ده بيجي في الحلمة مهم جدا زي ما قلت المنطقة الوردية والحلمة وقلت قبل كده ان المفروض الحلمة بتكون برزة للامام واتجاه الحلمة بيكون للامام لاسفل للخارج في بعض الناس بتتولد ان هي الحلمة يعني دخلها الجوة احنا بننصح دايما ان الحلمة تكون برزة بننصح دايما ان الرضاعة تتم من الساديين بننصح دايما بالاهتمام بالنضافة الشخصية للحلمة بعد كل الرضاعة ولازم زي ما قلت تكون برزة للامام ولازم نديها للطفل اوقات الحلمة بيجي فيها نوع من السرطان مخصوص لها اسمه باجي الدزيز عبارة عن قرحة او تآكل في الحلمة طبعا مهم جدا ان احنا نفرق بينه وبين انه ممكن يكون اجزم عادية او مرض جلدي طبعا التفريقة بتبقى هل هو يعني في ناحية واحدة ولا ناحيتين وهل كمان يعني في كتلة موجودة تحت القرحة دي ولا لا طبعا مهم جدا ان احنا نعمل اشاعة المامو جرام والسنار ودايما دايما انا بطلب من يعني الاطباء والمرضى ان احنا لما نعمل اشاعة نعملها على السديين لان هو ربنا عز وجل يعني خلق السديين فانا بستغرب جدا من اللي يطلب اشاعة مامو جرام او اشاعة سنار ويطلبها على السدي واحد لا انا بنصح دايما ان احنا نطلب الاشاعة على السديين علشان اعرف لان في بعض انواع السرطان بتيجي في ناحيتين النقطة التانية التهاب الغدد اللابانية بيجي ناحيتين فمهم جدا ان انا لما اعمل الاشاعة اعملها على الناحيتين وطبعا ساعات بندي يعني لو نشوف الدكتور الزميل بتاع الجلدية لو هي خدنا عينة لان طبعا احنا بندي علاج بسيط الاول لو القرحة اللي موجودة في الحلمة دي ما تحسنتش يعني بناخد منها عينة تحت المخدر الموضعي وبنحللها لو طلعت اجزمة او حاجة في الجلد بنبعثها للزميل استشاري الامراض الجلدية لو طلعت لقدر الله يعني سرطان نبدأ ان احنا نتعامل مع الوراب بس مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الحلمة ناخد بالنا من المنطقة الوردية نبقى عارفين ان فيه نوع من الاورام بييجي في المنطقة بتاعة الحلمة اسمه باج الدزيز ومهم جدا ان احنا نفرق بينه وبين الاجزمة الموضوع الرابع اللي هتكلم فيه النهاردة اللي هو التهاب السادي المناعي ستات كتير بيجوني ويكون عندهم صديد نازل من سدرها وفتحات موجودة واجزاء لونها بيكون احمر وكتل موجودة مختلفة في السادي غالبا بيكون في السادي واحد لكن اوقات بيكون موجود فيه نوعين من يعني في الناحيتين من السادي مهم جدا طبعا ان احنا ناخد تاريخ يعني المرضي للمريضة بتاعة السادي وزي ما قلت انا بيهمني في التاريخ المرضي للمريضة بتاعة السادي ان هي عندها وراسة اولاد نعمل برضو اشاعة المامجرام طبعا زي ما بنقول دايما كومان اس كومان الطبيعي ان يكون فيه التهاب في السادي فبندي الكورس بتاع العلاج الاول بتاع الالتهاب المفروض يبدأ الامور تتحسن في اول متابعة بعد اسبوع لو ما تحسنتش لازم افكر فيه ما يسمى الالتهاب المناعي للسادي اللي هو الجرانيولومتس مستايتس وزي ما قلت هو بيجي بالصورة دي ان بتكون فيه قرح اجزاء من السادي لونها احمر كتل مختلفة فيه السادي سقوب موجودة بيطلع منها صديد بكميات وتشوه تشوه في السادي تلاقي الحلمة دخلت لجوه تلاقي السادي فقد المنظر الجمالي بتاعه طبعا علشان اشخص لازم ان انا اخد عينة سواء اخد عينة بابرة وفي معظم الاحوال العينة بالابرة ما بتوصلش لي النتيجة بحتاج ان انا اخد عينة تحت المخدر ولازم دكتور الباسولوجي لو قال لي ان ده جرانيولومتس مستايتس بيكون لها طبعا علاج خاص العلاج الخاص ده بيتكون غالبا من الكورتزون مع بعض الادوية المضادة للالتهاب مع بعض الادوية اللي اللي بتكون مسبطة للمناعة لانه هو مرض مناعي المريضة احيانا بتحتاج الكورس بتاعها انه هو يستمر لي يعني 3 شهور او 6 شهور او 9 شهور مهم جدا ان هي طبعا تحت الكورس ده تفضل موجودة معانا في المتابعة بنشيل بعض الادوية وبنضيف بعض الادوية الاخرى الجراحة بيكون دورها محدود في الجرانيولومتس مستايتس او الالتهاب المناعي للسدي الجراحة زي ما قلت بيبقى دورها ان احنا ناخد عينة علشان نتأكد من التشخيص لان انا مش هدي اي مريضة يعني ادوية كورتزون او ادوية مسبطة للمناعة يعني بدون ما يكون معايا ما يسمى الافدنس بيزد او دليل ان المريضة دي عندها الالتهاب المناعي وفي نفس الوقت لو انا استمريت ان انا اديها المضادات الحيوية العادية مش هتستجيب الجراحة زي ما قلت دورها محدود بيقتصر على ان احنا ناخد عينة من الالتهاب ونحلله والدكتور يقول لنا ان ده التهاب نناعي او لو الكمية الصديد كتير جدا بنعمل عملية زي دي برايدمنت او تنظيف للالتهاب الشديد فيه حالة من مرضايا واضطررت ان انا اعالجها بالكامل جراحيا لان هي كانت مريضة عمل عملية زراعة كلا فطبعا ما كانش ينفع ان هي تاخد الادوية الكورتزون والادوية المسبطة للمناعة اللي انا كنت هكتبها بجانب طبعا ادويتها بتاعة الزراعة الكلا فاضطررت ان انا اقوم بالكامل بالجراحة يعني احنا طبعا في انتظار مكالمات حضراتكم على الارقام اللي موجودة بنسعد ان احنا نتواصل مع جماهير قناة الصحة والجمال معانا مكالمة اهلا وسهلا ازاي حضرتك يا دكتور اهلا بيك يا فند اه دكتور انا كان عندي افرازات على صدري بس مفيش حاجة بتطلع يعني نقد بنية بسيطة كده سنة كم سنة يا فند عندي اربعين سنة بتعالج من السكر لا ما عنديش اي حاجة خالي الافرازات دي من صدر واحد ولا من ناحيتين لا من صدر واحد بتحتاج ان انت تتغطي على صدرك عشان الافراز تبان ولا هي بتنزل من نفسها في الحمالة لا بنا بنا مصادعة كده 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 بكشف عن دكتور نتا فعشان نسيتهم في اقفرة فقال لي كده كده في حاجة غريبة فانا ورحت عملت تحليلات والاشاعة اللي هي المامو دولا ايوا فقال لي كده انت عندك افرازات على افرازات لغا طيب الحمد لله انت في البداية وفي مرحلة زي ما قلت يعني مرحلة اه متوسطة انصح طبعا ان انت تهتم بالنظافة الشخصية انصح كمان ان انت تهتم بالتغذية تكسري من شرب المياه الفاكهة والخضروات والسرطات تكسري من تناول البروتين وطبعا انصح ان انت تغذي كرس مدادات حيوية مع مدادات التهاب لمدة اسبوع ان شاء الله باذن الله الامور يعني بنسبة فوق تسعين في المية تتحسني لو لا اقدر الله لسه في مشكلة هنحتاج عملية بسيطة ليستقصال الغدد اللابانية بس من كلام حضرتي غالبا هتتحسني بالادوية ان شاء الله دكتور بس انا خدت ادوية خدت ادوية بس بيجي لي واجع جامد في السدرين دكتور بس انا خدت ادوية وبعد كده جي لي واجع جامد في السدرين وقت الدورة اول ما الدورة تجي لي بقى خمس ايام بالضبط هلقى السدرين بيوجعني خوري ده من سن كام يا فندي منه انا يا جاتلي انا عندي 37 سنة فانا كشف كل ست شهور ويعمل اشياء تمام تمام فانا ما عملتش استراحة لا يعني اشعة السادي احنا بننصح ان هي المامو جرام تتعامل مرة كل سنتين للمرضى اللي هم عندهم تاريخ وراسي او مرة كل سنة لكن كل ست شهور ده كتير اوي انا انصح طبعا الالم بتاع السادي بيكون لي هلاج غير التهاب الغدد اللابانية انا بنصح حدرتك ان يعني تتواصلي مع البرنامج وتشرفينا او تروحي الاجرب دكتور جراحة يعني اورام بحيث ان انت تقضي العلاج المزبوط لكن في كل الاحوال الشكوى بتاعت حدرتك بسيطة ان شاء الله معانا هدى اهلا بيكي اهلا بيكي دكتور اهلا بيكي يا فندا ده زمحتي يا دكتور انا كنت لفس والدة لن سنة ونصف وكل ما جاء رضع ابني كان في الجاية الولادة كده سيد المنشاهد على طوله كان شفت الدكتور عطتني قدت لي سيدك فيه انتعادات وعطتني دور من ضد الساديات والحمد لله سيد اللي دور وحاليا ده وقتي انا بختم ادمي وقتي جبت بالشام اللي هو بتاع الفطام كده مضد للبن يعني وكده وخدته بس سيدري لسه دلي فاطمه عز بزيلي عشر قيام ولسه سيدري فيه لبن فانا خائصة بقى يقعد سيدري لسه او يعني لي خاكل عندك كم سنة يا فندا انا عندي 23 سنة تمام ده اول طفل لحضرتك رضع لا ده الثالث تمام يا فندا يعني مدة الرضاعة قد ايه يعني ليك قد ايه بتردع ابنك سنة وخمش شهور بالضبط تمام يا فندا انا هجوا بحضرتك طبعا احنا بنفضل دايما الرضاعة لمدة سنتين على الال الرضاعة والحمل اكتر حاجات بتزبط مستوى الهرمونات اكتر حاجات انا شخصيا باوصي بيها النقطة التانية ان انا لما اخد قرار ان انا هفطم الطفل مهم جدا ان انا افضي كل اللبن اللي في سدري هاخد الادوية اللي بتساعدني فيه توقيف اللبن لكن مهم جدا لكل السيدات اللي بتشوفني يعني ما سمحش ابدا ان فيه لبن يتكون جوه سدريك يعني مهم جدا ان انت تد طفل سدريك عشان يمتص كله ولو لسه فيه كمية يعني ممكن تجيبي شفات نظيف من سيدلية علشان تفضي كل اللبن اللي في سدريك وطبعا افضل طريقة ان تتفضي اللبن اللي في سدريك ان الطفل ما ياخدش حاجة تاني بجانب الرضاعة هيبقى جعان هياخد كل اللبن الاستاذة سماح اهلا بيكي ايوه سلام عليكم يا دكتور اهلا بيك يا فانتور ايوه سلام عليكم يا دكتور انا عندي ابن افتاني عدادي وبيشتكي بقى انه فترة ان تدريل اتنين ورمانينه ووجعينه قوي طيب الناحيتين طب هما فيهم تكتل ولا بس وجع اوه ايوه قال لي يا ماما فيهم تكتل ولما دوت عليهم يوجعوني مدفة بقى ما يوجعهوش طيب تمام انا هجعو بحاجة وانا خايفة مش عارفة عمله اشعة نوحة ايه او كده انا قلت بقى انا خايفة تيجي الاختفات بس يعني وكده تمام يا فانتور انا بشكر المتصلة الكريمة وهنتكلم بسرعة عن السادي فيه الرجال طبعا السادي فيه الرجال زي السادي فيه السيدات طبعا هو الورم الخبيث نثبته اقل فيه الرجال يعني كل ميت سيدة واحد بس في المية من الرجال ممكن يجيه لورم لكن طبعا بيجيه الرجال واردين يجيه لهم ورم زي السيدات لكن هي بتتكلم عن ابنها التدخم فيه السادي فيه الشباب الاولاد بيكون له نوعين يما يكون كل سدره كبير بنسميه التسدي او هايبرتروفي فيه السادي او يكون عنده حاجة اسمها جينيكو مستية ورم حميد الورم الحميد جينيكو مستية اللي بيجيه فيه الشباب في سن المراقة بيكون عبارة عن يعني زي كتلة متكورة او دائرية وبتكون خلف الحلمة وبتكون صلبة ممكن تيجي ناحية ممكن تيجي ناحيتين في معظم الوقت ما يكونش ليها سبب معين ممكن برضو الكتلة دي اللي بتيجيه وراء الحلمة اللي جينيكو مستية بنشوفها في المرضى كمان اللي بيكون عندهم تلايف في الكبد او بياخدوا ادوية بتاعة القلب او عندهم مشكلة في الخسية فانا صح هتعمل اشعة سونار ولو كانت جينيكو مستية ممكن تخليه تحت المتابعة او تعمل الجراحة بهدف التجميل لكن لو كانت الجينيكو مستية اللي هي الكتلة اللي موجودة خلف الحلمة انا بنصحها بالاستقصال معنا اتصال طيق سلام عليكم ازيك يا دكتور اهلا بيك يا فندم او اي كلمك يا دكتور معلشي انا المكلمة بتاعتي اخطة شوية معلش او بتقالك حاجة عن الطاقة اللي انت فيه معلش سناك يعني يا فندم اللي انا اتقالت فيه المختلفة اللي انت بتتكلم اتفضل يا فندم انا عندي ابني عنده 18 سنة عنده تلايف على القرانية القرانية اه لا بس القرانية دي رمد انا استاذ جراحة جراحة اورام يعني خبرتك يا دكتور دي لها حل يعني ممكن نعمله التغيير القرانية ولا من التعبش لا انا يعني انا اتمنى انا حدثت تكلم دكتور رمد انا يعني انا اسف انا ما عنديش خبرة في تلايف القرانية ربنا ايش فيه معنا اتصال اهلا وسهلا اهلا 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 بيك يا فندم ايوه بقولك انا معي طفلة عنده طفلة عندها 13 سنة ايوه وطفلة عنده عشر سنين وانا صدري في لبن حضر كشفت من حوالي سنة الدكتور قال لي افقد تفتيكة يعني فيه ورم ولا حاجة الدكتور روحت عنده دكتور نسا وقال لي لا ده دي غدد لبنية عاد طيب يعني بس لسه موجود لغاية دلوقتي بس بيبقى لونه مش لبن لونه يغامق كده شوي طيب ده بالزبط يعني انا انا مهتمة بالعبارة الاخيرة اللي حضرك قلتها ان كلمة سدري فيه لبن لا هو ما بيبقاش لبن يعني اللبن بيبقى مع الرضاعة يعني اللبن لبن وده بيبقى موجود مع الرضاعة لكن بعد نهاية الرضاعة ده بيكون فيه التهاب في الغدد اللبنية وعشان كده زي ما انا قلت انصح حضرتك ان انت تعملي اشعة المامو جرام وزي ما سألت برضه هل الافرازات بتكون الناحيتين ولا ناحية واحدة الناحيتين هل بتضغطي عليها ولا بتنزل من نفسها لا انا اللي بتنزل عليها بشوفها ليها ريحة كريهة كده ولا ما يكونش ليها ريحة يا فاند لا مش عارف تمام يا فاند وانت قلت لي لونها لون اللبن مجبنة يعني كده لا اكد الاول بيضة عادي لون اللبن بعد كده لونها بني بعد كده لونها مسود كده شوي ممتاز هو ده هو ده اللي انا بتكلم عنه ده التهاب الغدد اللبنية واضح طبعا ان يعني المتصلة الكريمة انصحها ان هي تاخد كورس علاج مدادات حيوية ومدادات التهاب لمدة اسبوع ان شاء الله يعني تتحسن لو ما تحسنتش واعتقد ان هي غالبا لان طبعا هي يعني عدد بالمرحلة البسيطة وهي دلوقتي في المرحلة المتوسطة او المتقدمة شوية من التهاب الغدد اللبنية لان الافرازات بدأت تتغير من افرازات لبنية ل يعني لونها اسود معناه ان الالتهاب بدأ يزيد غالبا هي هتحتاج جراحة لاستقصال الغدد اللبنية ورسلت الطمأنة ان الجراحة دي بتكون بسيطة الجراحة دي بتروح في نفس اليوم الجراحة دي ما بتأثرش على شكله واحساس وحجم السادي برضو رسالة طمأنة مهمة جدا ان التهاب الغدد اللبنية لا علاقة له من قريب او من بعيد بسرطان السادي معنا استاذ مصطفى اهلا بيك معنا استاذ مصطفى اهلا بيك وقت تلفزيون يا استاذ مصطفى معنا استاذ تلفزيون من شاحة البرو مش عارفة عمل ايه فيها عملت اشاعة والدكتورة اللي ده هي حجمها من خمس صنص ونص مش عارفة عمل لها جراحة وقل ويا ورملي عمل ايه تمام يا فنم طبعا احنا اتكلمنا عن الاورام الحميدة ولكن حضرتك عندك امك ولا اختك ولا خالتك شالوا صدرهم او كان عندهم سرطان السادي طبعا هي ما عندهاش تاريخ خراسي انت مدام ولا نسب لا انا مدام معي طفلين وردحتين طبيعي اه الحمد لله طبيعي تمام يا فنم احنا بنفضل الزواج وبنفضل الحمل وبنفضل الرضاعة الطبيعية استعملت وسائل منع الحمل انا باستعمل اللوب اللوب افضل حاجة احنا بنفضلها دايما ولكن طبعا انا عايز اطمنك ان ان شاء الله هو حميد لان طبعا ديه اكثر من سنة الورم الخبيث ما بيستناش لكن انا يعني الان شوية من حجمه طبعا انا قلت الورم الحميد لو اكثر من ثلاثة سنتي انا بنصح ان احنا نستقصله جراحيا فطبعا خمسة سنتي لا يعني يفضل بشدة ان انت حضرتك تستقصله ويعني زي ما قلت لحضرتك برضو الجرح بيتقفل تجميل وبتروحه في نفس اليوم وما بيأثرش على السادي وطبعا الكتلة دي لازم تتحلل ويعني عايز اطمن حضرتك ان معظم التلايفات والاورام الحميدة يعني بنسبة اكثر من تسعين في المية لا تتحول الى خبيث جزء وليل منها طبعا يعني التلايفات احنا مهم جدا لانها منتشرة جدا اللي هو الفايبروسيستيك ديزيز وانا اتكلمت وابتكلم عنها دايما ان احنا يعني بنقتصر الجراحة فقط لو كان الحجم اكثر من ثلاثة سنتي او لو كان المريض يعني عنده تاريخ وراسي للسرطان او لو كان المريض عنده يعني يعني الا طبعا يعني انا اتكلمت الموضوع اللي هتكلم فيه بقى اللي هو سرطان السدي سرطان السدي من اكثر انواع سرطان انتشارا وزي ما قلت وقال ان سيدة من كل ثمن او عشر سيدات عرضة للاصابة بسرطان السدي في ناس بتكون اكثر عرضة من غيرها مين هو اللي اكثر عرضة للاصابة بسرطان السدي حضرتك اللي يكون عنده تاريخ وراسي ايه علاقة الوراثة بسرطان السادي الوراثة بيكون في تغيير في الجينات او اللي هي براكا 1 و براكا 2 مهم جدا احنا بنسأل طبعا تحليل الجينات يعني لسه داخل مصر ومش متاح لكل الناس لكن هو بيتعامل في الدول المتقدمة بحيث ان المريضة اللي يكون عندها حد في الاسرة مصاب تقدر تعرف ان كانت هي عرضة او لا احنا ما عندناش التحليل بنقول ان يعني مهم جدا ان انا بسأل مريضة طب انت امك ولا اختك ولا خالتك ومهم جدا كمان عدد الافراد كل ما كان اقل في الاسرة كل ما كان نسبة الاصابة اقل النقطة التانية طبعا لو الورم جاه في سن متقدم للمصابة بيكون افضل من ان يجي لها في سن صغير كمان يعني مرتبط الوراثة بتاعة سرطان السادي ببعض السرطانات الاخرى خصوصا المبيض والرحم والقولون والبروستاتا في الرجال الرجال برضو بدأت تدخل كان زمان احنا بنسأل بس المريضة يعني علاقة امها واختها او خالتها او السيدات اللي بيكونوا قريبين دلوقتي وجدنا حتى لو خالها او عماها برضو يعني يوضح في الاعتبار المريضة اللي بيكون عندها يعني حد في العيلة مصاب احنا بنقولها اطمئني نسبة يعني الزيادة نتيجة الوراثة لا تتعدى الخمسة في المية لكن بنقولها مهم جدا ان انت تروحي وحدات الاكتشاف المبكر مهم جدا ان انت بدل من اشعة المامو جرام والسنار اعملي اشعة الرنين المغناطيسي معاناك مدام كريمة السلام عليكم فرداليا فانت السلام عليكم السلام عليكم باب اسمحوا من دوتك دكتور انا عندي 52 سنة تمام معايا طفلين من سترة كان عندي افرازات زرق ادي في سدري دلوقتي حضرتك باشتكي من الام شديدة حوالين الحلمة وتحت الحلمة فيه كده ورم بسيط كده يعني بس من ظاهر قوي بس ليه الام شديد حوالين الحلمة وتحت الحلمة بالضبط يعني فانا مش عارفة يعني اول مرة اشتكي من سدري يعني ما كانش حصلي قبل كده يعني تمام انت ما عندكيش تاريخ وراسي ما امك واختك وخالتك ما لا حضرتك الدورة جاتلك على سن كام يا مدام على بالضبط 15 سنة الزواج كان على سن كام على 35 الانجاب الانجاب يعني بعد سنة انجابت كم طفل طفلين الاثنين كانوا رضاعة طبيعية طبيعية استعملت وسائل منع الحمد لا الدورة لسه بتيجي ولا وقفت لا وقفت حضرتك لها 30 سنين عارفة طيب انا هجاوب حضرتك طبعا يعني انا عايز اقدي رسالة طمقانة للمدام كريمة يعني هي من الناس الاقل عرضة للاصابة باورام السادي لان الدورة جت لها في سن متأخر وغابت عنها خلاص اختفت لان اورام السادي من الحاجات اللي بتتأثر بالهرمونات فكل ما الدورة الشهرية جت في سن مبكر او الدورة الشهرية استمرت مع المريضة لفترة طويلة المريضة دي بتكون عرضة دي الاصابة يمكن هي الانجاب بتاعها كان بعد سن كان يعني على سن 36 احنا دايما زي ما قلت قبل كده بننصح دايما بالزواج او الانجاب يكون قبل سن الثلاثين على اقل الطفل الاول يعني انا عايز اقول ان وجدت الابحاث كل مكان الطفل الاول ينجب قبل سن الواحد وثلاثين ده بيقلل من معدل الاصابة بسرطان السادي اعتابي على المدام كريمة ان احنا بنقول هي بتقول انا يعني عمري ما اشتكيت من سدري لكن احنا بننصح الجميع بداية من سن الخمسة وثلاثين تعمل اشعة المامجراموي السنار وتروح يعني وحدة الاكتشاف المبكر او تكشف على سدرها انا عايز اطمنها طبعا هي بتتكلم بس عن ألم غالبا يعني يعني دي نوع من التلايفات او التهاب الغدد اللابانية لكن في كل الاحوال لازم تروح تكشف في معهد اورام او في وحدة اكتشاف مبكر او دكتور جراحة اورام وطبعا لازم تعمل اشعة المامجراموي السنار وان شاء الله الامور تكون بسيطة عند مدام كريمة يعني التطور الكبير اللي تم في الموضوع اللي هتكلم عنه الوقتي جراحات سرطان السدي تطور كبير تم في جراحات سرطان السدي كنا زمان بنستقصل السدي بالكامل ونستقصل العدلات اللي تحت السد والغدد اللي تحت الابط كان اسمها هالستيد اوباريشن تطورنا وبدأنا ان احنا نعمل استقصال كامل للسدي لكن نسيب العدلات الموجودة ما يسمى البتي اوباريشن تطورنا اكتر وعملنا ما يسمى البريست كونسيرفينج سيرجري اللي هي استقصال الورن بس او الكتلة بس والحفاظ على السدي وهنا لازم ان انا اخذ سنتي حد امان من فوق ومن تحت ومن الامام ومن الخلف ومن الخارج ومن الداخل ولازم العملية دي اللي هي جراحة تحافظية للسدي اللي هي من اكثر الجراحات اللي احنا بنعملها للامانة دلوقتي يكون معايا الدكتور بتاع البسولوجي في يعني خارج غرفة العمليات بحيث ان انا بستقصل الكتلة بي الكامل ولازم الدكتور ده يتأكد اني ان احنا الورم ده فعلا سرطاني وان انا خدت حد امان من كل الجهات اللي انا اتكلمت عليها طبعا مين اللي يعني اللي تنفع عليه الجراحة التحافظية لازم الورم يكون اقل من اربعة سنتي ولازم طبعا سدر ست يكون كبير علشان ان احنا لما نستقصل الورم يكون فيه جزء موجود من السدي اه تطورنا بعد كده وطبعا لازم برضو في الجراحة التحافظية ان احنا بنستقصل الغدد الانفوية تحت الابط لو كانت اشعة المامو جرام او السنار قال ان الغدد دي وصل لها الورم وحاليا كمان بنعمل ساعات بنحقن صبغة او نحقن حقنة معينة سواء في الورم سواء حوالين الحلمة ونشوف هل الصبغة دي بتوصل للغدد الانفوية اللي تحت الابط وناخد اول غدة وصل لها الورم ونحللها لو كانت سليمة خلاص ما بنعملش اي جراحة للمنطقة اللي تحت الابط لو كانت يعني الغدد دي واصل لها بنحتاج ان احنا نستقصر الغدد الانفوية لكن برضو من ضمن الجراحات ان احنا كنا زمان بنستقصر الغدد دي بالكامل فكانت المريضة بتعاني من التورم او اللين في دي ما فيه الدراحة قللنا دلوقت ان احنا نستقصر الغدد دي بشدة بس نتمنى برضو ان المرضى يساعدونا ويجلنا في المراحل ان للأسف الشديد المريضة بتيجي وبتكون حصل ان الورم وصل للغدد الانفوية اللي تحت الابط ومجرد احط ايدي تحت الابط بلاحظ ان فيه تدخم في الغدد الانفوية عشان كده انا حتى قلت في الفحص ذات الاسادي مهم لكل سيدة انها تفحص صدرها كويس وانها تفحص المنطقة بتاعت تحت الابط عايز اقول دايما منطقة تحت الابط مرتبطة ارتباط كبير ووسيق بالاسادي تطورنا فيه اجراحة التحفظية ودلوقتي بنعمل ما يسمى الانكوبلاستيك بريس سيرجري اللي هو اجراحة التجميلية التحفظية ايه هي اجراحة التجميلية التحفظية هي عبارة عن اجراحة التحفظية ان انا بشيل الورم ولازم الدكتور بتاع الباسولوجي يكون موجود واتأكد ان انا شيل تحد امان والنقطة التانية بعمل يعني اما يعني ايه يعني لو النسيج او سدر السيدة كبير والغدد موجودة اقدر اعيد هيكلة وضع يعني انا استقصرت جزء بطريقة جراحية تجميلية معينة اعيد وضع السادي بحيث في الاخر يكون الشكل بتاعه مقبول وجميل وحجمه وشكله واحساسه قريب من الناحية التانية اوقات ان انا بعمل ما يسمى يكون الجزء اللي انا شايله كبير واحتاج ان انا اعوضه يا اما بعوضه من عضلات الضهر اللي هي لتسمس درزي اخدها كلها او ااخد جزء منها او ااخد الدهون اللي عليها عشان كده مهم جدا الجراح وهو بيعمل يحافظ على الشرايين ويحافظ على الاعصاب اللي بتكون موجودة تحت الابط احيانا كمان باخد عضلة من البط واحيانا باخد سيليكون واحيانا باخد سيليكون لوحده واحيانا باخد سيليكون مع العضلات واحيانا بحتاج ان نعمل جراحة في السادي الاخر معنا اتصال الاستاذ امل اهلا بيكي الفضال اتفضل 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 حدتك الحمد الحمد بقول لحدتك انا عندي بيجيلي كان في لبن في سيدري اخد رضاعة كانت امتى يا فندق لا انا مفيش حمل طب مفيش حمل مين اللي قال ان لبن يعني مهمي جدا طبعا لكل السيدات المحترمات ان كلمة لبن في سيدري لا دا دا ما بيكون ش لبن يعني مين اللي قال ان دا لبن يعني اي افرازات للأسف الشديد احنا بنعتبر اي افرازات من الحلمة لبن لا اللبن بيكون موجود اثناء الرضاعة طيب هل ممكن لبن ييجي في اوقات غير اه بس نسبة قليلة جدا ودول لازم نعمل تحليل دم لهرمون اسمه البرولاكتن لو البرولاكتن عالي يبقى الحاجات اللي جاية دي لبن وده بيكون قليل جدا لكن معظم السيدات دول بيكون عندهم التهاب في الغدد اللبنية جايز الافرازات دي بيكون لونها زي اللبن او لونها ابيض سنة او كريمي او زي ما شفنا في السيدات اللي اتصلت ممكن يكون لونها رمادي ممكن يكون اسود ممكن يكون اغضر ممكن يكون فده مهم جدا كلمة لبن في السيدري وانتي ما رضحتيش خالص ده لا يعني محتاجين ان احنا نعمل اشعة المامو جرام وتحليل دم هرمون البرولاكتن معنا اتصال اهلا وسهلا السلام عليكم مادام مونة اهلا بيكي اهلا بحضرتك دكتور فضالي لو سمحت دكتور ما خالتي عندها 71 سنة تمام وجاتها قضة سرطانية وعمل لها بكرة في السدر من سنة تمام بس هي دلوقتي المكان بجرح دايما وارم معاها والايد وارم ممتاز اه يعني هي اول واحدة في الاسرة ولا ولا كذا واحدة استاذة مونة لا هي اول واحدة حضرتك طيب رسالة الطمأنة ان هي اول واحدة في الاسرة رسالة الطمأنة التانية ان هو جالها في سن كبير عايز اقول ان سرطان السادي من السرطانات اللي بتتغذى بالهرمونات بتاعت المبيض هرمونات المبيض بتفضل شغالة في السيدة لسن انقطاع الطمس او سن اليأس 45 سنة بالكتير اول لما بييجي سرطان السادي بعد سن الخمسين بيكون شيء كويس يعني يعني لان الحاجة اللي بتحفزه وبتنشطه وبتخليه بتكون وقفة اللي هي غالبا المبايد طبعا انا بنت عندها 8 سنين فسدرها اليمين ورم برضو دايما واجحها يعني مش عارف اعمل لها حضرتك اروف فيها بين يعني واعمل اشاعة ايه اعملي اشاعة سنار يعني اعملي اشاعة تلفزيونية على السادي وتكشفي عند دكتور جراحة ولكن غالبا بنتك 8 سنين يعني يعني ان شاء الله تفقى لخير باذن الله وزي ما قلت ان بالنسبة للسيدة اللازم تعمل هي خلاص عمل 8 سنة اللي عندها 70 سنة تعمل اشاعة مام جرام عشان نطمئن على السادي الاخر تعمل اشاعة دي على الصدر وشاعة تلفزيونية على البطن والحول معنا اتصال سيدة صفا السلام عليكم اهلا بحضرتك سمر اهلا بيتي الفضال انا كنت عندي سرعة وانا من عشرين سنة وكنت بردع بنتي كان عندي وراء في سدري الابت اليمين فيه برضو كذا تمام وما خدتش بنتي سنة بتاعتني وزرعة ويعني اهملت الموضوع ده لحد طلوع مرح خالص تمام حضرتك دلوقتي قلقت وقلت حضرتك ان لما بيجي مع السادي بيجي الورم تحت الابت وكده فانا مش عارف ده كان ايه وراح دلوقتي عندي 37 سنة ده دي حالة مهمة جدا انا بشكر مادام سمر اوقات يعني دايما فيه كتلة تيجي تحت الابت انا قلت من شوية ان منطقة تحت الابت منطقة مرتبطة ارتباط وثيق بالسادي بس انا هون كنت بتكلم عن سرطان السادي لو سرطان السادي اول انتشار ليه بيكون فيه الغدد الانفوية لتحت الابت لكن فيه حالة زي حالة مادام سمر ان ممكن السيدة تحس ان فيه كتلة موجودة تحت الابت وده ما يكونش ورم وممكن الكتلة دي تكبر وتصغر وممكن تختفي وممكن الكتلة دي ييجي فيها الام دي بنسميها اكسوسيري بريست او زي سادي تاني بيكون مساعد وانا عايز اطمن مادام سمر انا غالبا بخلي المرضى دول تحت المتابعة نادر جدا لما بنشيل الكتلة دي لان هو غالبا زي ما حدث مع مادام سمر والكتلة دي اختفت من نفسها فانا بطمنها بالكامل لكن برضو كنوع من الاطمئنان لاكثر يعني تعمل اشعة المام جرام مع السونار كل السيدات ارجوكم بعد سن الخمسة وتلاتين مرة كل سنتين على الاقل نعمل اشعة المام جرام والسونار معنا اتصال مادام امينة اهلا بيك الفضال يا فندم نعم يا فندم جري كامسر لستدي الايمن كله من اربع سنين تمام وبعد كده عملت كناوي وعملت اشعاع وبعدها سنتين تقريبا حصل ارتجاع تحت الابط وبرضو عملت عملية تانية وتشل الورم وعملت برضو كناوي اشعاع وبعد كده خدت الهيرموني وعلى الهيرموني حصل ارتجاع تاني دلوقتي لسه بقله دلوقتي تلات شهور تقريبا بقرة على الكبد فالمهم اتعمل لي اللي هو وظهر ان البقرة يعني يعتبر حجمها صغير فالدكتور قال لي ناخد حقن فردلوديكس اللي هي كل شعر دي ودلوقتي نشغل عليها فبقلي تلات شهور تقريبا لما عملت اشعة تاني رانين مغناطيسي ظهر ان البقرة زي ما هي يعني ما كبرتش فدلوقتي يا دكتور انا مش عارفة هل الاحسن رأي حضرتك يبقى مثلا جراحة يتشال البقرة دي ولا عشان حكمها صغير اه ممكن يبقى فيه اي حل تاني ده السؤال الاولاني السؤال التاني اه انا بنتي عندها تلاتين سنة فهل انا يعني قلقنا لان برضو كان فيه اختي انا واختي كنا يعني اصبوع واحد عارفنا حلتين عندنا كانسر وهي توفت وانا برضو انا من بنتي مثلا يحصل اي حاجة فعشان اطمن ايه نوع الاشياء اللي عملها لها وهل من دلوقتي ولا قدام شوية ولا ايد الضبط شكرا جدا يا دكتور انا شاكر جدا ومبسوط جدا من اتصال مدام امينة وعايز اطمنها اولا بالنسبة لبنتك ربنا يديها العمر وان شاء الله لا تصاب وانا قلت ان علاقة الورم قليلة جدا ونسبة اصابتها اقل من خمسة في المية فقط انصحها ان تعمل اشعة الرانين المغناطيسي على السديين تعمل اشعة الرانين المغناطيسي ما تعملش الاشعة الماموغرام علشان ولو امكن دلوقت بدأ فيه بعض المراكز ممكن تعمل تحليل الجينات اللي هو البراكا 1 والبراكا 2 لو ما امكنش وبنعمل اشعة الرانين المغناطيسي لكن رقم واحد حضرتك وبنتك تطمع انه رقم اتنين بالنسبة لحضرتك انا لا انصح بالجراحة في البقرة اللي على الكبد ومتلاقيش انت لسه من 3 شهور بالاستمرار مع الطبيب المعالج ان انت تكملي في العلاج الكيماوي او العلاج الهرموني وان شاء الله باذن الله هتشفي انت الحمد الله يعني احنا كملنا اربح سنين يعني انا برضو يعني جايز ان حضرتك مريت بالارتجاع وكمان ارتجاع لكن انا يعني بعتبر حضرتك فيتر وانا متفائل ان شاء الله يعني كتير من الحالات اللي بيكون فيها سنويات وبتختفي فيه السادي فانا ان شاء الله اتمنى لك الشفاء مادام صفاء اهلا بيكي اهلا بيكي ربط فضالي يا فاني يا دكتور اهلا بس سؤالي بعيد عن الحلقة خالص انا اجتفت اهلا بيكي اهلا بيكي 33 سنة ومعايا طفيا اخر طفل لي سنتين وابتش دايما على خلفة وكده على خلفة يعني تقدر السن وكده وممكن ما اجترش اخل الثاني لاني جوز جيه فالدكتورة جالت اني فيه تكييزات وكده ترتيبين على فيه الكثير وما فيه شايد في تكييزات على المبيض يعني ولا ايه اه انت انجابتي عندك اولاد اه معايا ولدي نعم انت بتتعالج للانجاب ولا بتتعالج عشان التكييزات ولا ايه لا انا متعالج على التكييزات يعني على حد فيه من الدكاتورة قالوا للتكييزات هي اللي بتنع الحم يعني انت بتتعالج علشان الانجاب يعني اه طبعا يعني 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 انا انصحك ده تخصص الزمل النساء والولادة ولكن انت حررتك انجابتي قبل كده ساعات التكييزات اللي هو ما يسمى البوليسيستيك سندروم انصحك ان انت تمارس الرياضة ان انت يعني تقللي من وزنك قدر الامكان وان شاء الله بإذن الله يحدث الانجاب مدام مديحة اهلا بيكي اهلا لك يا دكتور عاملين يا دكتور اتفضلي انا والله يا دكتور عندي هرمون اللابن عالي يعني ما انجبت سني 40 سنة يعني عملت تحليل البرولاكتين هرمون اللابن وعرفت انه عالي ولا اه اه 31 طيب تمام خدت ليه علاج وليه علاج مخصوص يعني الخدت اللي هي البرتمان اللي تحديتين تمام مشيت عليها الديافان مشيت خدت مرة سهرين وبعد طيب انا هنا بنصحك ان انت تعملي اشعة مقطعية على المخ لان احنا عارفين الهرمون بتاع اللابن اللي هو البرولاكتين بيفرز من الغدة اللي في المخ اللي هي البتيوتر جلاند اللي هي الماستر جلاند فانا انصحك ان انت تعملي اشعة مقطعية على المخ عشان تتأكدي ان الغدة النخامية سليمة لو الغدة النخامية سليمة استمرلي على العلاج أوقات الغدة النخامية بيكون فيها يعني كتلة كده بسيطة أو ورن بسيط بيخش الزملاء جراحة مخ وعصاب دلوقتي بالمنزار ويشيلوا فاعملي أشعة مقطعية على الغدة النخامية عشان تطمئنني يا فند ألا نسى كريمان أهلا بك أهلا بحضرتك يا دكتور فضال يا فند بعد إذن حضرتك أنا من 12 سنة حسيت بك لكيحس السادي فروحت كشفت فالدكتور طلب مني أشعت وكده فعملتها فقال لي اللي أنت عندك ورم حميد في السادي ولو عايزة تعمل العملية عملية مش عايزة ما فيش مشكلة فالحقيقة اللي أنا جيت عبت بعد كده عندي وهنا عم بالعضلات فما كنتش بقدر أروح ولا أجي فدلوقتي على طول بحس بألام وتغيرات في السادي فأنا الآن هل ممكن لقدر الله يكون حصل سلطان أو كده كم سنة يا فند محردك أهلا 48 يعني أنا إن شاء الله ما يكونش حصل شيء بإذن الله أنا أنصح حضرتك بس تعملي أشعة المامو جرام والسنار ويعني واضح أن أنت عندك ألأ فعشان كده أنا يعني أنصح أن احنا بعد ما نطمئن بأشعة المامو جرام والسنار أن غالبا إن شاء الله ما فيش يعني ورم ممكن نعمل جراحة بسيطة نشيل حتى واحدة بس من الكلكيع لأن أنا زي ما تكلمت وقلت أن أكتر من 90% من التلايفات والأورام الحميدة لا تتحول لورم خبيس ولكن أولي الأوي أو نسبة أولي الأوي قد تتحول فطبعا الموضوع مستمر مع حضرتك فأنا أنصح أن نعمل أشعة المامو جرام والسنار ولو فيهم كتلة صلبة أنصحك أن أنت تستقصرها يا نيسة كريمان شايماء أهلا بيكي أهلا بحضرتك يا دكتر فضال يا فندي حضرتك أنا عندي وجع في السدر اليمين وكشفت عند دكتور غدد ويداني ثلاث شهور اللي هو علاج يعني للهرمونات بس حضرتك برضي الوجع بيروح وييجي بس ما فيش أي كلكيع ولا أورام ولا أي حاجة بس في وجع بياخد من تحت بطي كده لحد السدر اليمين كم سنة يا فندي ثباني أو ثلاثين والدتك ولا أختك ولا أخلتك شهور سدرهم لا ما عندناتش أي حد خاص أنت أنيسة ولا مدام يا فندي لا حضرتك مدام وعندي ثلاث أولاد طيب بتستعمل لي وسيلة منع الحمل آه إلا ولا تمام عندك كم طفل يا فندي ثلاث تمام يعني يعني أنا عايزة أطمنك طبعا يعني أشاك وتحضرتك بالاحترام بس لازم نعمل أشعة المامو جرام والسنار عشان نتأكد أن ما فيش أي أورام وزي ما قلت أن الألم بتاع السادي من المشاكل هل برضو يا أستاذة الألم بيجي مع الدورة ولا غير الدورة تمام يعني مهم جدا كمان أن احنا يعني نعرف هل الألم بيجي مع الدورة ولا مش مع الدورة بنبدأ ما يسمى استيل لادر أو درجات السلم بنبدأ الأول طمأنة اطمئني اشربي مياه كتير زوده من الفاكهة والخضرات والسلطات الليلة من الملح الليلة من الدهون البسي البراء وقت كبير أنت عندك ثلاث أولاد لو ظروفك الاجتماعية تسمح بالحمل أنا أنصحك بالحمل حمل تسع شهور ورضاعة سنتين هيخلوا حضرتك ثلاث سنين ما فيش ألم لو صعب بناخد زي ما قلت بنبدأ بالعلاج المرحلة الأولى بنبدأ بمكمل غذائي معين بناخد معاه هرمونات بنروح بعد كده لحقن مادة مخدرة في السادي بنروح بعد كده لاستقصال الجزء اللي فيه ألم لكن إن شاء الله تفاقل يا فانتب أستاذ شيماء أهلا بيكي طبعا ريهام أهلا بيكي أهلا بيكي أهلا يا ريهام لو سمحتنا عندي أمي عندها ورم تمام ورم أي يعني ورم سرطاني ولا ورم أيه ورم خبيث عندها كان بلدر خمسة سنتين وبعد كده بأربعة عندها يا فاندم عندها لدفتر ورم خمسة سنتين أورم خبيثة ولا أورم تلايفات آه خبيثة آه آه تمام ربنا يا شفي بعد كده لما خلت العلاج قالوا لها أربعة وخمسة سنتين وغفرها كويس فبعد كشفنا تاني قالوا لنا تعملي عملية بس المستشفى الثاني قالت لأ نحكمة العلاج أنت بل تسلحني بإن ده موضوع مهم جدا اللي أسرته المتصلة الكريمة لما الورم يكون حجمه كبير من التطور اللي تم أن احنا ممكن نبدأ مع المريض الأول بالعلاج الكيماوي اللي ما يسمى النيو أجفانتكيمو سربي وأنا طبعا بفضل أن احنا نبدأ بالعلاج الكيماوي وهنا بيكون ليه يعني كذا ميزة أولا بيقلل حجم الورم وبيقلل الغدد الانفوية المصابة اللي تحت الإبط بيخلينا يا إما أوقات بييجي المريض في مرحلة متقدمة ما قدرش أعمله جراحة من كتر الورم ما هو متقدم فبيخلينا أن احنا نقدر نعمل جراحة وأوقات نقدر نعمل جراحة بس جراحة بتكون استقصال كامل للسادي أوقات كتيرة العلاج الكيماوي اللي بيكون قبل الجراحة بيخلينا نعمل الجراحة التحفظية طبعا في كل الأحوال والدة حضرتك هتعمل الجراحة لكن احنا ممكن ناخد زي ما قلت في مدارس بتدي ثلاث جراحات وبعد كده الجراحة مدارس تاني بتدي أربع جراحات وتعمل الجراحة مدارس سالتة بتدي ثمان جراحات وتعمل الجراحة في كل الأحوال أنا أنصحك كملي يعني ممكن توصلي التامن جراحات لأن أنت كنت هتغذيهم ما يسمى الساندويتشي تكنيك أن احنا ناخد الكيماوي الجراحة ناخد كيماوي تاني بعد العملية فطالما فيه بعض اللي فحصوا الحالة قالوا تستمر في العلاج أنا موافق أن هتكمل العلاج الكيماوي ثم الجراحة شايماء أهلا بيكي سلام عليكم أهلا بيكي يا فندم فالو الفضال يا فندم سامح حردك لو سمحت عايز أعرف عن حيثة البرو اللي أنا لازم ألبسه طول ما أنا قاعدة في البيت ولا عادي لو أنا نمتي من غيره واللي صدري بيدي في قلم على طول فبنام من غيره هل دوة تشتريت اللي أنا للبسه أو لا البسيها أكبر وقت ممكن يا فندم وإحنا بنفضل البوشنج أب حتى ولا نيمة ولازم ألبسه أنا بقول يعني 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 على قد ما تقدر لو لقتيه أوقات يعني فيه سيدات وأناسات يعني بيسبب لها عدم ارتياح فأنت أكبر فترة ممكنة ألبسيها وطبعا الأهم كمان تشرب مياه كتير وتكسري من الفاكهة والخضروات والسرطات وتقليلي من الملح والدهون وتكوني هادية أن موضوع الألم ملوش علاقة بالسرطات يعني غالبا السرطان اسمه السرطان أو اسمه مرض خبيث لأنه نادر جدا لما بيجي بألم أستاذ ثانية أهلا بيكي أهلا بيكي أهلا بيكي يا فندم أهلا بيكي أهلا بيكي أهلا بيكي أهلا بيكي والله أنا عندي صدري حضرتك صدري بيوجعني واخد لبال حضرتك بس بحيث أنه بيشكشكني الصدري بحيث أنه بيشكشكني ناحية أو لا ناحيتين يا لا هو كانوا ناحيتين في ناحية خفت والناحية الثانية عشان الدكتورة داست كده الضفرها على على الحلم أو داست على أجامل من شعيتها وهي اهلا برضو تعباني بس ما عنديش يعني كان الأول خالص الأول خالص كان في حضرتك زي أرس كده كم سنة يا سنية هانا نعم أنا سنة 62 سنة حبث 62 ربنا يديك العمر أمك والأختك ولا أخدتك شاء له صدرهم نعم أمك والأختك ولا أخدتك شاء له صدرهم بنشكر الأستاذة الثانية لاتصالها وهي الحاجة اللي بتجري لتحت الجلد دي بتيجي كتير جدا في الأنسات والمدمات وبنسميها البرستماوس أو فقر السادي أو الفيبرو أدينوما وزي ما أنا دايما بقول إن في معظم الحالات ممكن تختفي فعلا الأستاذة الثانية قالت إن هو اختفى من نفسها أنا طبعا بنصح الأستاذة الثانية إنها تعمل أشعة المامو جرام والسنار ونتأكد إن شاء الله إن ما فيش أورام وزي ما قلت هتبدأ تاخد العلاج اللي هو المكمل الغذائي وإن شاء الله تستجيب بإذن الله الأستاذ عزة أهلا بيك بقول لك دكتور فضل أم كانت شئلة السادي وخلصت الكناه تمام تمام وكي بتاخد العلاج جوية هرموني تمام بس الدراع اللي ناحية السادي اللي شاء الله بتنمع عليه بيكتور بورم أنا بشكر الأستاذ عزة الرسالة الماجستير بتاعتي كانت عن الورم اللي بييجي في الدراع بعد استقصال السادي اللي احنا بنسميه لينفيديما بوستر بريست كانسر تريتمينت طبعا كنا زمان بنشوف الموضوع ده بكتير جدا وكان زمان بيكون سبب الرئيسي ان السيدات عما تيجي في مرحلة متقدمة الورم يكون تحت القبط وجدنا كمان في الماجستير بتاعي ان السبب التاني ان يكون فيه غدد لنفوية سرطانية كتير تحت القبط وجدنا كمان ان الجراحة زمان كنا بنستقصر الغدد لنفوية بالكامل دلوقتي عشان كده احنا دايما بنطلع وبنتكلم وبنقول الناس تروح للاكتشاف المبكر علشان نكون في مرحلة مبكرة جدا قبل الورم ما يوصل للغدد الانفوية لتحت القبط وكمان بنقول ان احنا دلوقتي ما بنشلش الغدد لتحت القبط وما بنعملش جراحة تحت القبط لان الجراحة لتحت القبط هي اللي بتكون سبب التورم وبنقول ان احنا بنعمل الاسكان او الحقنة اللي بنحقنها في الحلمة او في الورم وبنشوف هل بتوصل للغدد الانفوية وبناخد الغدد الانفوية وبنحللها كان وصل لها بنشيل غالبا ما كانش وصل ما بنجيش ولا نلمس اللي تحت القبط كل ده ليه لان للأسف الشديد الورم اللي بيكون يعني في الدراع ما بيكونش ليه يعني يعني علاج عملنا جراحات كتير ويعني يعني فشلنا ولما بيتساب بيجبر اكتر ولما بيتساب لقدر الله يجبر ممكن ييجي في نفس الدراع ورم عشان كده انا بنصح دايما كل المرضى بتوعي بعد جراحات السدي ان هي الناحية اللي هي عاملة فيها جراحة للسدي وجراحة لتحت الابط متقس الضغط نهائي متاخدش حقنة فيها نهائي ان دخلت المطبخ متقربش الناحية دي من النار يفضل ان دخلت المطبخ انها تكون لابسة جوانتي في ايديها الاهم اللي هي ودت الاستاذ عزت ان انا انصحها بالعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي عن طريق ان هي ترفع ايتها كانها بتسرح شعرها عشر مرات الصبح وعشر مرات الظهر وعشر مرات الليل كمان بنصحها بالعلاج الطبيعي ان دراح هيفضل فوق مخدتين لمدة شهرين وكمان يعني تروح لارب مركز للعلاج الطبيعي علشان يديها تمرنات معينة تمنع الورم اللي يكون موجود وحاجة اخيرة لو حصل اي التهاب او اي احمرار او اي الم في دراح لازم ما تستناش عليه وتكشفله بسرعة ولازم الدكتور يكتب له مضادات حيوية ومضادات التهاب عشان ما يحصلش مشاكل الاستاذ ابو العيون اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك سلام عليكم والله معي المجام عندها ورم في صدراء في الاثنين وازم طب بس ارحت المعهد الاورام في معهد الاورام عندهم من فpees في السلام انا اي فانتم سمعت المعهد الاورام في السلام تمام وشحتج جلستين والول continue جلستين ايه جلستين كماوية يعني ولي جلستين كماوية اه تمام تمام طب هل فيه أي أورام في جسمها تاني في الكبد في الرئة في العظم في المخ ولا بس في السدين الورام بس في سدرها في الناحيتين ولا راح الكبد والرئة والمخ والعظم اقفل التلفزيون يا أستاذ أبو العون على الكبد يا أخي على الكبد لا يعني كده طبعا هي مرحلة ربعة فلازم تكمل مع معهد أورام السلام ولازم تكمل على العلاج الكيميائي فترة يعني لكن إن شاء الله بإذن الله ربنا يشفيها طبعا أستاذ أبو العون احنا بنتكلم عن المراحل بتاع السرطان وبنقول إن فيه أربع مراحل لسرطان السدي لو الورم لسه جوه السدي دي مرحلة أولى ونتمنى لجميع الشفاء ونتمنى الجميع لو لا قدر الله أصيبه إن احنا نشوفهم في المرحلة دي لأن المرحلة دي اللي الجراحة الوحدها بتكون كفاية المرحلة دي اللي احنا بنحافظ على شكل وحجمه وإحساس السدي المرحلة دي اللي احنا ممكن نوصل لنسبة شفاء 100% لو الورم وصل للغدد اللينفوية دي بنسميها المرحلة الثانية والثالثة لو الورم انتشر وراح خارج السدي للعدم أو الكبد أو الرئة أو المخ دي بنسميها مرحلة ربعة معنا أم مالك أهلا بيكي أهلا يا أم مالك أهلا أيوة طيب زي ما قلت نحن نتمنى ان احنا نشوف الناس في المراحل الأولى المراحل الأولى الجراحة فقط هي العلاج نسبة الشفاء تقترب من 100% المرحلة التانية بيكون علاجها هي والثالثة العلاج بيكون بين الجراحة وبين الكيماوي المرحلة الرابعة بيكون العلاج الكيماوي والعلاج الهرموني والعلاج التلطيفي هما بيكونوا طرق العلاج لكن احنا دايما بنحب دايما ان احنا الاكتشاف المبكر السرطان مرض زي أي مرض السرطان مرض يمكن الشفاء الكامل منه احنا بيكون لنا أهداف دلوقتي اللي هو الشفاء الكامل من السرطان والمريض يعيش عمره بي الكامل النقطة التانية الريكرانت ان المريض يعيش بدون ارتجاع بدون ارتجاع للورم انه النقطة التالتة ان المريض يحافظ على كواليتي اوف لايف او جودة الحياة وده دلوقتي خلاص احنا وصلنا له ان احنا بنشوف ناس ليها خمستاشر وعشرين سنة بتتابع معانا مصابة بسرطان السدي ومحافظة على شكل الجسم بتاعها وعلى شكل سدرها ولو كانت عملت في زال زمان بنقدر دلوقتي كمان نعيد بناء السدي عن طريق عضلات البطن او عضلات الضهر او عن طريق السيليكون طبعا الحمل لازم السيدات بعد جراحات سرطان السدي تاخد راحة سنتين وبعد كده ممكن ان هي تحمل بكل امان الحملة والرضاعة من الحاجات اللي انا دايما بنصح بيها والحاجات اللي بتحمي من الاصابة بسرطان السدي معانا اتصال يعني في النهاية يعني انا بقول ان يمكن الشفاء الكامل من سرطان السدي الفحص الذاتي للسدي خامس يوم الدورة الاكتشاف المبكر واننا نكشف عند الدكتور متخصص جراحة اورام او في معاهد الاورام اننا نعمل اشعة السنار لو قبل سن الخمسة وتلاتين والسنار والمامو جرام لو بعد سن الخمسة وتلاتين كل ده بإذن الله اشرب مياه كتير ازود من الفاكهة والخضروات والسلطات اقلل من الحوادق والدهون وان شاء الله الشفاء الكامل بشكر قناة الصحة والجمال وبشكر كل القائمين على برنامج استسفى الطب كلهم كفاءات كبيرة جدا وتمنى لكم السعادة